اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المجموعة اكبر من ذلك من حجمها والمجموعة ما منستجموا اولاتهم واخوانهم ومسؤوليهم وهذه المنطقة منسؤوليتهم احد المشاريع بس وهمية وما كون نستفاد منها ريد من يمهم ينضمون صف جماهيرهم خاطر ان ايتهم تأييد مرحب وهم ولدنا وما نفتش عليهم بالمزينة والمزينة ظاهرة للعيان ونرجي بدون حزازة ينضمون احنا من نقول من نخجل اولا المدير ناحية لا حاطب جيبي مدير بلدي ما حاطب جيبي بس عرفه مهندس ومهنتي مهني مدير ناحية شغلتهم خليت الدولة بس الباقي لا خلاهم بريمر ما خلتهم الجماهير ولا من تخبينهم قتل بس دعينهم اكثر من مرة يتحكمون بالعقل والصبر والتفون لجماهيرهم واحد مشاريحهم يعطلون بيها مثل المستشفى مثل المجاري تسعة طعش سنة مثل هذا الشارع الرئيسي العلي دوائر حكومية من 2006 أربع كتب بنقولهم سوق محصين أحصاء مدني أحصاء هم اللي يعجبهم هم ما يعجب الجماهير قلنا للمقرد وجماهيركم وتفاوضهم وحطوا المعوقات وحنا ندعمكم واليوم مباشر من هسه من حالة التاريخ احنا ندعمهم باستثناء مدير الناحية ومدير البرديات دولة ناس مهندسين ومهنيين والباقي لا غير منتخبهم الشعب ولا منتخبهم الجماهير ولا هم أصل بالموضوع ومن نفاتش عليهم غير مهنيين أصلا تنطلق اليوم المظاهرة الكبرى لأبناء ناحية النهروان هذه المظاهرة التي تشترك فيها كافة شرائح المجتمع المجتمع الذي عانى مدة عشرين عاما من الويلات وكذلك عانى من الإهمال والعجز الحكومي المستمر اليوم المواطن في هذه الناحية وجد نفسه عاجزا عن من يلبي متطلباته وطموحه فكل هذه الدواعي أدت من المواطن إلى أن يخرج وينفذ غبار الذل النهروان منطقة من كوبا النهروان منطقة محرومة تنعدم فيها أبسط مقومات الحياة وأبسط الحقوق التي أقرتها الدساتير والمواثيق الدولية اليوم المسؤولين في النهروان يحتبرون العامل الأساسي في سبب معاناة الناس السبب لأنهم ابتعدوا عن الاحتكاك بجمهورهم ولم يقوموا بواجبهم الرسمي وأصبحوا تحت طائلة الإهمال ولم يقدموا أي شيء ملموس على أرض الواقع اليوم المواطن يعاني الكثير نقصا في الخدمات نقصا في المشاريع تردي في كافة المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية اليوم المواطن أصبح في حالة من اليئس والإحباط هذه الجماهير التي تظهر اليوم إنما خرجت بصورة عفوية للمطالبة بأبسط حقوقها المنتهكة لا توجد كرامة للمواطن لا يوجد اهتمام للمواطن الناس في وادي والمسؤول في وادي آخر اليوم لا بد أن نعبر عن إرادتنا ولا بد أن نقدم طلباتنا إلى المسؤول المسؤول الذي أصبح عاجزا حتى عن الرد نحن لا نملك ثقافة الاستقالة على المسؤول الذي لا يستطيع إتمام مهامه وإداء واجباته عليه أن يستقيل جميع المسؤولين في المنطقة في سبات لا يتفاعلون مع الناس هم مسؤولين لا يمتلكون أي شهادات أو أي اختصاصات اليوم هذه الجماهير تطالب بالتغيير ثم والتغيير والتغيير أصبح ضرورة ملحة والقادمة أفضل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أولا شكرا لكم وشكرا لقناتكم طبعا الحديث طويل جدا ما نقدر نختصره بكلمة أو كلمتين إحنا هذه التظاهرات والاحتصامات نعاني من أبسط الخدمات في هذه المدينة من أبسط الخدمات من أبسط مقومات العيش أنا قلتها وسأقولها أكثر من مرة مدينة النهروان لا تصلح للعيش البشري معدومة مي مي ماكو مجاري تبليط معدومة من جميع مقومات الحياة هذه المدينة اللي أكثر من مرة تظاهرت واعتصمت وطلعت على المسؤولين ورادت تسوي تغيير مجرد تغيير بسيط لحد الآن صارنا عشرين سنة ماكو لحد الآن تغيير على أرض الواقع لا من مي يعني مي سبع تيام يجينا يوم واحد بجدول المراشنة لكل منطقة يوم واحد وين احنا عايشين يعني وين بالصحراء مي ماكو أبسط أبسط شي هو وخلقنا من الماء كل شيء حي هو مي ماكو بالمنطقة معدومة من المي لا خدمات كل المسؤولين اللي موجودين داخل النهروان ما سووا شيء على أرض الواقع اليوم من خلال هذا الاعتصام ومن خلال هذه التظاهرة ومن خلال هذه الجماهير الغاضبة نطالب جميع المشؤولين جميع المشؤولين بدون استثناء وإلى رئيس الوزراء حصرا ومحافظ بغداد أن يجدون حل هذه المنطقة حل بدون حلول ترقيعية نريد حل نحن لا نسحب من هذه التظاهرة إلا بحلول تامة بدون حلول ترقيعية خرجت شباب النهروان من منطقة النهروان كافة من أجل المطالب وأبسط الحقوق وهي لا يوجد مي لا يوجد كهرباء طرق غير موجودة مجاري ماكو مستشفى معدوم خدمات معدومة منطقة من كوبة يعني عشر تأيام عشر تأيام يلا يجروا مي أنا هسا غسرت وجي بدول كمال مي أروا ليش شباب من منطقة عدد سكاني هاي المنطقة قطت شهداء ليش أبسط الحقوق ما تحصلها يعني إحنا اليوم خرجنا نطالب بالمي نطالب توفير الكهرباء نطالب توفير فرص للعمل للشباب توفير المستشفى ناشدنا أكثر من مرة وسبقا قمنا مظاهرات واحتصامات لكن ما جابت أي نتيجة سواء حلول ترقيعية اليوم طلعني تزامن مع مسيرة الإمام الحسين هو للضغط على الجهات التنفيذية هناك مشاريع وإصرفت لها أموال ولكن ما لقينا لها أي ما لمسنا أي أثر لها على أرض الواقع لذلك اليوم خروجنا هو رسالة صريحة على المسؤولين بين هناك خطوات تصعيدية إذا ما دخل مشروع مجاري النهروان حيث التنفيذ إذا ما مشروع الحل الدام بدأت بين مباشرة وكذلك أن ناشد محافظة بغضاد وسيادة المحافظ قالت الجهات التنفيذية بالنهروان مدير بلدية ماء النهروان مدير البلدية مدير المركز ماء النهروان مدير الناحية وإن شاء الله إذا لقيني صدر رحب صدر رحب ولقيني مثل ما تقول استجابة إن شاء الله سوف يعني رح لع خطوات تصعيدية إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وقل أعمله وسر الله وعملكم رسوله والممنون صدق الله العلي العظيم أحنا هذه 15 سنة ما شفنا شيء من وراء هاي الحكومات يطلون وعود وعود كاذبة هاي 15 سنة شوف لا تبليغ لا مجالي الماي 18-18 يوم رح يطل 15 يوم وينلي الحكومة عمي وينلي البرلمانيين ويردون مننا مجالس المحافظات ننتخبها كلا كلا لمجلس المحافظات إحنا نريد ما كمجل من هذا المنبر ما نريد مجالس المحافظات من هالمكان أسسوننا الفقر والبؤس وعطاء بطالة كل شماف لا عمل ولا شغل والله العظيم وأنت شوف أكو واحد أهلا من نحكي أحلا ما نخلص واحد نخلص الحكومة هذا الشارع صالة سنتي ينفتح يطون السوق فلوسه ما يفتحه وهذا مستجفى لم يمستجفى عمي إحنا مظلومين والله النهروان مظلومين 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 والله ماكو جهات ما قلنا له هذولة عندنا اثنين برلمان اثنين برلمان ما يسوي شي عمي هذولة هون اثنين برلمان عصابات كل واحد عده عصابة خرج أهالي النهروان اليوم الخميس في مظاهرة غاضبة بسبب سوء الخدمات والوضع المتردي المغزي المعيب المغجل مدينة مظلومة منكوبة مبيوعة أرضا وماءا وكهرباء بسبب الحكومة الموجودة اللي هنا بالنهروان المدينة زارها المحافظ ثلاث مرات نحن نريد الناشط السيد المحافظ بلاحظ جزائري هل يعقل حبيبي انت كإعلامي هل يعقل مواطن يذهب إلى الحمام أو المرافق ولا يوجد لديه ماء في أي زمن نحن نعيش مدينة لا تبليط بيها ولا مجار بيها ولا مستشفى بيها ولا بلدية بيها ولا خدمات ولا ماء وغير صالحة للسكن غير صالحة ناشطنا حقوق الإنسان النهروان محكم عليها بالإعدام من قبل الحكومة والبرمان يعني الحكومة كلها شلع قلع من رئيس الوزراء إلى أصغر موظف كل هذا من نهروان هالسلان لو تسألك أي واحد فضل هاي شوف قدامك هاي المجاري هاي مجاري هاي صور للمجاري يقل له هاي مجاري مجاري هاي مي 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 ماكو اليوم استمي استقصار لكم اليوم ما عدكم مي ثمانت أيام اشوك تسترى مالكم انت سامع خارج أسمع المحابب سامع نظام المراشنة شنو نظام المراشنة نظام المراشنة شنو زرع احنا مزارعين هم المزارع يطونه ثمانت أيام ما عدنا مي زين هاي المواطن مو منحقا يطلع شوف هاي الشباب هاي الشباب كلها كفاءات وكلها شهادات شنو انتم باقين بسي مرسالكم 16 سنة بهذا عم يمريدهم قالت كل المسؤولين شلع قلع مدير ناحية مجلس بلدي أبو البلدية أبو الماء وأبو الكهرباء شلع قلع ما نقبل ما نتراجع هذا ما طلبنا الحقوق تأخذ ولا تعطاه إذا لم يستجاب أكو لجنة هنا منظمة أكو خطوات أكثر أكو تصعيد أكو تصعيد أكو قضاء شوارع أكو احتصام احتصام مفتوح إحنا اليوم نوجه رسالة إذا لم يعني يوصلنا أي خبر أو نداء من السيد المحافظ إذا ما استجابه وإنه غدا إن شاء الله أو بعد قد سنقطع الشارع العام سنقطع الشارع العام مضطرين مضطرين مدينة لا يوجد بها أي خدمات أي خدمات إحنا بالنسبة أنه عندنا مستشفى عندنا مستشفى من 2011 ولحد الآن فساد فيه فساد فيه فساد عندنا مدارس متلكة فساد فيه فساد فيه فساد عندنا مشروع الحل الدائم من 2007 بزمن عادي لمهوضر وزير البلديات لحد الآن يومية راح يصير وكل شي ماكو المجاري من 2014 مقرر ولحد الآن ماكو موي صالح لشي رب ماكو ها الشارع هذا القدام لوت حفرة ممدودة ست عنابيب ست عنابيب ومي ما يصل للمواطن شن السبب شن اللغز من المسؤول الحكومة شنو هنا الحكومة المحلية شنو واجبها حكومة رقابية أو مرقابية المجلس المحلي رقابي أو مرقابي مو من حق الحاسب الدوار الخدمية ولا ماكو محاسبة حبيبي المنتش تكي وين تروح طرت الناس لنتطع مظاهرات كلش أخوان عدكم عدكم استعداد بتاع تزمون إذا ما استجابوك بتاع تزمون بحون شوالح بعد ماكو ما بيهم جال نحن الآن في شهر الإصلاح شهر الإمام الحسين الإمام الحسين يقول ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مبسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ومن هذا المنطلق نحن نقول خرجنا للإصلاح كلا كلا للبزاد والمبسدين نعم نعم للتغيير نعم نعم للإصلاح نعم نعم للإصلاح نعم نعم للإصلاح كلا كلا للبزاد مدينة النهرون مدينة من كومة وتحت مستوى الصفر يعني مدينة منسية آي أولا شغلة ثانية الخدمات احنا منتين منهم وكانت الخدمات قبل يعني بدون ما تقول فد مستوى ضئيل بعد سلسة حالية لمستوى ضئيل وتحت الضي تحت الصفر انتهت بعد القضية هاي الشغلة الشغلة ثانية جاء تيجي تخصصات مالية وهي شباب تشوفهم كلها خريجين خريجين كفاءات الله شاهد تلتق بهم كفاءات فتجي تعيينات فقط للأحزاب يعني الفقير اللي ما عدا وسط ينتهي ويروح وهي كلها كفاءات قاعدة خريجين والله التعليم هنا تحت الصفر يعني هو قضاء النهروان بإعدادية وحدة والإعدادية وحدة وشغلت تعبانة من عهد قبل صدام يعني قديمة جدا وهي شوفت وحدة ثانية بصفه كملت بقت يعني تأسيس كهربايات شغلت على التميمي محافظة بغداد فما كملوه بقت بصف قليل الساعدي المدرسة الوحيدة بالنهروان إعدادية وحدة يعني مستوى لا تعليم لا خدمات وهي المجار شوفك أدامك يعني رحمل وادك مو عيش وهي ما هو المظاهرة ثالث مظاهرة يطلع المحاوض ما يستجيب بني نحنا نطالب التغيير تغيير مجلس مجلس البلدية النهروان تغيير ناحية النهروان مدير ناحية يعني بس حل هسا نحنا نقبل بأي شي بأي شي بأبسط الأشياء بس حل يعني مدينة ما بي يعني مراشنة مال مي أدري يعني زرع بس هالنظام زراعي مراشنة قابلنا بالمراشنة والله العظيم اسبوعين و 12 يوم و 10 طيام يعني إذا كلش اسبوع يجيك المي قالب النهروان والله وديك أسلي البيت ما بي ولا قطرة مي ما يكن مي يعني تصعدوا للسطح والسطح عبارة عن خزانات مي خرجنا ضد الفاسد ضد الفاسدين ضد المجلس البلدي ضد الناحية الآن نهروان ما بيها خدمات نحن لا نرضى بغير بغير تغيير الفاسدين بغير تغيير مدير الناحية بغير تغيير المجلس البلدي كافة المسؤولين الفاسدين يجب أن يغيروا 15 سنة كافية كافية لدحر الفساد للتغيير نحن نريد التغيير ما يكو خدمات عمو ولا يكو ماء من الجمعة للجمعة ينا ماء ينا ساعتين ويروه ساعتين ولا عدنا ماء ونشتري دناكر ونشتري ماء وعندي ابني راح للمستشفي يسوي شاعر واعده الباتر راح باتر واعده العقب وراح عقب واعده الوراها وكل شيء ما كو وكل خدمات ما كو بالنهروان ملقين من يسمعنا ومن يرد علينا يا عمي من في دوغ ديلك ما حد يرد علينا ولا حد يخلينا نطب باب المجلس البلدي الله وكي لك شرطك ها ضين الباب ما يخلنا نطب ولا يسمعون احتياتنا نقوم بالاعتصامات ونقعد بالشارع ونقطع الشارع الرئيسي وكل شو نسوي لأننا هنم ملينا ويرن واحد ينطلنا للجوء السياسي نشيل نحمل ونشيل شو بوين الدولة الذانية نحن شنو من الشيشان نحن معراقيين نحن شنو ذنبنا نحن ليش مطالبات واضحة الماء المجاري الكهرباء الحل الدائم المشاريع المتلكة الأموال اللي هدرت وكشف الأموال اللي هدرت ومحاسبة الفاسدين هاي المدينة صرف عليها أكثر من 38 مليار وهذا على قول لسان أحد النواب المتشرعين والمدينة اللي جاي شوفوها تعاني هذا الأموال يعني صرفت عليها والدولة يعني جاي تصرف بكلهنانة تختفي الأموال فهذا الشي اللي سوينا مظاهرات وهذه المظاهرات ما اجت بالهين موافقات وبهذلة ومراجعات يا الله اطعونا موافقة الاستحصال هذه المظاهرة اشي قصر انه يا هل يروحوا ويجي نفس الشي لا خدمات لا ما يلحدنا كالشو ماكو والما يتسح تيام يالله يجينا الله شاهد وحن نحسى بشهر محرم زين بده شهر محرم لا تنظيفات لا لا قالوا موافقة ونطلع عليهم لا مسؤول يجي لا مجاري لا من كلهين هس المجاري بالله سحنا نريد الخدمات المجاري يقولون جايا وبعتي والحد انها نكتش ماكو يوعدوا انه كلك يكتد بيكتد يا هل يجي نفس الشي راح ذاك مدير ناحية وجه هذا نفس الشي صارت واي مظاهرات وقطعوا الشارع ما صارت ما فات شي قطعوا الشارع مرة مظاهرات وقالوا ما نقطع نرزق العالم قطعوا سايد واحد وسايد خلول اللوريات وكل شي ماكو ما سووش وقبلها تتذكرون هذه المظاهرات القديمة صارت بيها الجزمة وراحت بيها واحد ضحايا واحد الكتل تتذكرون بيها وماكوش الخدمات مبينة شوفها بالسبعون لكتا من جيت لقيت تنظيف لقيت شارع نظيف هاي هاي تشوفها هاي صورها هاي صورها شوفها قداما هاي شوفها شي هاي ممرض حتى التعليم كل شي ماكو من كل شي بكل صفر صفر كل شي ماكو نبقى على الاحتصامات نظر المهائم متانة بتاني تسوي إلا يجينا مسؤول من رئيس الوزراء من المحافظة من جيه معنية لحد الآن احنا حافرين بيار وماكو ماي المنطقة ذيش الدوانم حي الحر لحد الآن لا صارنا لا شهر ولا شهرين نوصل إلى جهات المعنية وحاشيتهم وهاي ارقامهم يمي وبشرة وجاسب يجيك الماي وماكو ماي فاحنا نريد أننا جيها معنية مسؤولة حتى على مجلس البلدي وحتى على المستشفيات لأن المستشفيات اللي عندنا فاشلة يجي لك بهدعش أو ماي يجي والعالم هاي شوف يتبعيني احنا المشكلة مشكلتنا النهروان مبعدة عن كل الخريطة النهروان مبعدة على كل الخريطة لا ماي لا خدمات أسد عيني من الخدمات لا كت مسائل كون جيهات معنية حتى على التعليم حتى على الكلمة الطيبة كون جيهات معنية من المراجع يطون فاتكلمة طيبة لهم حتى يغيرون أسلوبهم في هذا الموقوف الواقع الخدمي ليش هذا ما موجود عندنا نهائيا احنا ردينا اليورة وليس تقدمنا الأمام فاحنا نطالب الجيهة المعنية وعما رئيس وزراء وعما هذه شو غايبين عن الساحة دوم احنا لا نسمح بهذا الوضع فهذا الغايب عن الساحة كافي سمعنا أيامه هذه وقطعنا أيامه شروط وقدمنا أولادنا قدمنا أولادنا للمعارك واللي بصوب واللي مكتول شين اللي قدمنا احنا ما يشرب ماكو فاحنا نطالب مطلب فوري لا يستزهدون بينا لا يستزهدون بينا عيب عليهم وعلينا هنفع عليهم عليهم عيب وليس علينا احنا ماذا فهذه هي الموجودة وعندنا شباب ما شاء الله اللي كافة التعيينات ولا غيرها هاي موجودة ما موجودة اخي هذه المظاهرة ليس بوليدة اليوم المظاهرة خرجت من عام 2014 وضحت هذه المدينة المجاهدة بنفوس كثيرة من ضمنها الأخ كراري الحريشاوي الذي استشده شهيدا عن هذه المنطقة للإصلاح والدفاع عن حقوق هذه المنطقة المسلوبة اخي معاناة هذه المدينة ليست معاناة وليدة هذه اللحظة عمر هذه المدينة 30 سنة عمر هذه المدينة 30 سنة المعاناة جاي تنتقل من جيل الى اخر بحيث استلمنا المعاناة من الوالد الله يحفظه واني بدوري جاي أسلم معاناتي الابني نسأل المسؤول المسؤول اللي مثل ما تشوفونه هنا بالناحية شنو دورك انت شنو دورك شنو اللي قدمته انصرفة أموال من قبل مجلس معافضة بغداد اللي متمثله بأيام صابر وعطواني العطواني والتميمي انصرفة أموال انصرفة أموال وانهدرت نريد نعرف هذه الأموال أكو عقل مدبر بحيث الأموال اللي انصرفت هذه مثل ما تشوف اذا تصور النافورة اللي يسولفون عليها سعر النافورة الوحدة مئة مليون دينار عراق انصرفت وهذه المدينة تعاني من شحة المياه معاناتها شحة المياه لثلاثين سنة كل عشرة أيام مراشنة تصل هذه المنطقة زين سوالك مجاري السطحية ومجاري مجاري ثقيلة ما موجودة المجاري السطحية انطمرت لأنه المجاري مثل ما تعرف المجاري السطحية الشبكات الصرف اللي تنقل المي أحسنت اللي تنقل المي تكون موذات المستوى المطلوب بحيث يشوفون انتم قدامكم هذه المعانات اللي احنا عايشينها لا مي لا مجاري نطالب بحقوق مري التعينات نطالب بحقوقنا بالإضافة إلى هذا إذا تسمع هنا مطالب المتظاهرين العام الأغلب يطالب بإقالة المجلس البلدي ليست استقالة إقالة المجلس البلدي هذا الأمر فورا فورا يعني روحنا الشتن والله يجينا الشتن يجينا الشتن من يجينا الشتن يعني الجمعة لتنا مكسة يعني لا شيء فينا ولا هاي الموت المدبر الله وقف على الحكومة الله وقف الطفلة سهراء مطلبها مطلب وطني هذه المشكلة اتعاني اتعاني منها الزحفرانية أهالي الزحفرانية بعد في يوم 22 تمت المطالبة المجلس البلدي وقدمنا اللائحة بالطلبات وقدمنا لائحة بالطلبات وخرج الينا المجلس البلدي الاستاذ كاظم والاستاذ علاء جاسم والاستاذ بشير واستلموا من عندنا الطلبات يوم 29 وقالوا اننا سنخاطب بكتب رسمية اجهات المعنية والى الان لم تتم المطالبة والعمل بعد كثرة الحالات السلطانية في الزحفرانية ووجود اكثر من 37 عنصر متطاير في سماء الزحفرانية و147 فيروس تحديدا ما اعلنت وكالة الصحة الدولية في منطقة الزحفرانية هذا مطلب اول النفايات جميع مناطق بغداد يكون حرق نفاياتهم داخل منطقة الزحفرانية والمعلوم ان حرق النفايات هو غير حرق المحروقات الطبيعية هذا اولا فيجب توقف حرق نفايات داخل معسكر رشيد هذا اولا اما ثانيا فالموظف بالزحفرانية والكاسب ورجل الاعمال واصحاب دوار الدولة الدوام الرسمي الساعة ثمانية يخرجون الى الدوام الرسمي الساعة السادسة صباحا وذلك لازدحام معسكر رشيد فمن ايام اللانظام السابق مع هذا اللانظام فنطالب فتح طريق موازي لمعسكر رشيد شركة نهاية العمار نطالب الزحفرانية وهذه التظاهرة الرسمية الاولى هذه التظاهرة الرسمية الاولى لأهالي الزحفرانية مجتمعا عندنا بالزحفرانية تقريبا من 850 الى 1150 حالة سرطان مجتمعا بمنطقة الزحفرانية واحياءها خرجنا اليوم احنا اهالي الزحفرانية ان شاء الله نطالب بمطالب جدا بسيطة طبعا بعد يأسنا من الحكومة بعد يأسنا من المجلس البلدي يأسنا من عندهم كل شي ما جاي يقدمون المجلس البلدي عندنا هو مجلس ابدي وليس مجلس بلدي مجلس ابدي طبعا يعني ما تغير اوصالهم سنين طبعا لا يشتغلون لا يسووننا عمل عندنا هواي قضايا تعبانة بالزحفرانية مشكلة 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 جدا عندنا مشاكل بالمدارس عندنا مشاكل بالنظافة عندنا مشاكل بالمواشي هاي الابقار اللي اذتنا واللي جاي تاكل هاي الزرع ومزارع جاي تاكل يعني عندنا مستشفى مستشفى الزحفرانية مستشفى الزحفرانية تنقص وتفتقر من الكوادر الطبية والأجهزة طبعا كشو ما بها مستشفى الزحفرانية جدا جدا الزحفرانية محتاجة إلى نظرة إلها والزعفرانية ترى غنية بس مع الأسف جاي تلعب ناس بها بمقدراته ناس بتسوى مع الأسف عليها جاي تلعب بمقدراته فأحنا اليوم نطالب بأنه تغيير حال الزعفرانية لازم تغيير حال الزعفرانية طبعا إحنا مستمرون في هذه المظاهرات وإن شاء الله أكو تصعيديات إن شاء الله إحنا إن شاء الله نعرف شون نشتغل الزعفرانية منطقة منصية تقريبا لا خدمات بيها ولا بيها يعني إزدحامات طريق محسكر رشيد حرق النفايات محسكر رشيد يثر حال المنطقة دائما يكون بيها دخان وأنا أحد مرضى السرطان اللي صاب من السرطان سنة 2017 وحاليا جاء التحالج من عنده إن شاء الله هو كترة أمراض السرطان منطقة الزعفرانية نتيجة الضربات المال التحالف على الزعفرانية لكون بيها لكون بيها منشئة النداء منشئة الزوراء منشئة الطاقة ذرية في جسر باقي هاي كل الأشياء هذه أدت إلى انتشار منطقة انتشار أمراض السرطان بالزعفرانية وبصورة كثيرة ونطلب من من الدولة أن يوفرون خاصة إلى أمراض السرطان العلاجات العلاجات كلش غالية أنا واصرفت حتى تقريبا بديت بالشفاء بس ما يوجد أدوية بالمستشفيات نشتري الأدوية على حسابنا ونروح الماديها للمستشفى حتى يضربونا الكيمياوي إحنا أصبحنا مكاب نفايات لكل محافظة بغداد والمعسكر قدامكم مكاب نفايات الحرك بالليل يستمر إلى الصباح الباكر المواشئة اللي سارحة بالطرقات كل مناطق بغداد الذبن فاياتها وأنقاضها بمعسكر الرشيد وهذه الوضعية قدامكم وتقدرون إتم وكاميراتكم تطلعون هسة 200 متر الليغات و200 متر الليغات وتشوفون الوضعية الشيء صحيح هذه مطالبنا إحنا عندنا حالات سرطانية أصبحت في المدارس الابتدائية وبالمهج هذه تقدرون تستطلعون إثمان حالات جهد الجهد اللي مخصص للزعفرانية يتحول للكرادة لأن إحنا مرتبطين بلدية الكرادة واحد من مطالبنا أنه نفصل الكرادة عن الزعفرانية حتى جهدنا يصير أنه ما يتحول للكرادة الكرادة نظيفة قدامكم وتشوفون الوضعية شون صايرة وهذه الزعفرانية فوت عن الساحة 200 متر يمين أنه يسارا وشوفوا الوضعية بعينكم إحنا هذه مظاهرة وراها النظم حالة احتصام وراها بعد الشباب هم اللي يعرفون شون يشتغلون وياها لأن ملينا من هذه الزال ملينا القضية هذه يعني مجايز توعبوها نهائيا إحنا بالمناسبة مجتمع مدني نستنجد بالزعماء المسؤولين عنا من المجلس البلدي أو بغيرهم من يمثل الدوائر الأخرى لما نستنجد هاي الإجراءات التسليق الروتينية إنه يخاطب الدائرة ويخاطب المرجع والمرجب على المناسب تحصل موافق أو ما يحصل موافق هاي الفترة من الطول والعمل نفسي تضال راح يولد هاي المآسي اللي صارت بأطفالنا بالمدارس وبإمكانكم تلحون المدرسة المهج وتستفسرون من الإدارة كم حالة مرضية سرطانية صارت نتيجة هاي الحرائق نتيجة هاي السموم من هذه النفايات والله هي موما طالب القدر ما هي واجبات الدولة يعني الإنسان المواطن العادي هو أشير يدي من الدولة مثل ما يريد الأمن والأمان يريد النظافة والاستقرار النظافة ما بعد يصير لحل نفايات المناطق المجاورة مثل بغدادة جديدة كمسة ركرة جادرية كلها مخلينها وكيروين بمنطقة معزكر الرشيد المنطقة الساحة المفتوحة احنا باتجاه الشمال لما نصير الحرائق من جهة الشمال راح يجيب الحرارة والدخان باتجاهنا هسا ولا يروح باتجاه الجادرية خلي الجادرية تضرر ماكو مشكلة لكن اليوم اليدي تعاونة ما ذلت احنا عدنا مبدأ المبدأ واحد وواضح مثل ما يهمني ابن الجادرية ومثل ما يهمني ابن كمسارة ومثل ما يهمني ابن الموصري ضحينا دمانا من أجله كذلك ابن الساحرانية وكذلك ابن المناطق الاخرى احنا له عراق وعراق لو لا والله لا نصير مثل ذاك اللي يسولفوا عليه اهنة يسولفون اهنة من رخصة خلي يسولف لك هاي يسول يقولون اكو واحد تشذاب هذا تشذاب عده مالي بلى واحد خلي شوف تشذابين يهم المرشحين الى المناصب ظل يجلب ظل يجلب ظل يجلب لي قالوا واحد عده 98% من التشذب فيجاه قال انا ليدخليكم مكاني من بعد ما اموت انت صير مسؤول العرش قال لم مولاي وين انا وين انت انت وين قال انا ما عليك 98% والعليه الدرجتي انا سويك 100% وتستلم العرش المهم قال لي اخذ امشوا ياي وانا راح اخليك السولف وانا صدقك من جملة السولف سولف قال يوم من الايام انا اتشذاب قاعد امشي ومشفت غزال قدامي ضربتها تشيلة تشيلة طاحت برجله وبرأسه قالوا اولا شلك بهاي تشذبه طلقي طيح برجل غزالة الورا وبقرنة قالوا مين نعم قالوا شلون قالوا مولغزالة كانت تحك بقرنة وتشيلة صارت بالقرين وبالرجل اخرى تشذبه الذانية صدقوها تشذبه الذانية قالوا عمي قاعدمشي لقيت لطير بالسماء اجابنا ضقيتها تشيلة لقيتها مشهوم ملح قالوا ايش لك بها قال اسال ملك تشذب قالوا ايو والله صدق ضربة بطلقة حارق خارق خرقوا حرقوا وليقوا بقعصة وخاكلها ملح قالوا عبرت لك ياها اثالثة قالوا طير دراج ضربتها لقيتها مشهوم ملح قالوا ايش لك بها هاي الماتراب شيخنا العزيز احنا تشذبنا انفسنا وصدقنا حكومة تعددية فدرالية حزبية اتحادية صدقناها وصدقنا تشذبتنا ونفسنا لكن من الفين وتلازل ليه هسه حكومتنا بكافة تفاصيل عبارة عن صخرة جاثمة بالارض تغير بيها الحالات الجوية وما تغير بيها واقع الحال لا مناطق نشهد لا طرق تعبدت لا مشاريع اخرى سكنية احنا من هذا المنبر نعلن صوتنا وانفسنا مستعدين للتضحية ومستعدين لبدل الغالي والنفيس ان لم تستجب لنا لهذه المطاليف لنا بعد وقفة اخرى واخرى واخرى لحين استثباب الامر والله فيك عهننا والحمد لله رب العالم مشكلة جدا بسيطة ويقدر اي واحد يسوي اي مسئول افسط مسئول يسويه ولكن مع الاسف ما لقينا هذا ابسط المسئولين ابسط المسئولين ما لقينا اللي هو يعني صرح بتسجيل فيديو تسجيل فيديو بالفيس يقول انا المسئول من المجلس البلدي اللي هو احمد عقلة استاذ احمد عقلة قال انا انت صلت بأكبر ناس وقال لولي ما نقدر نحل مشكلة معسكر رشيد يا بليش يقول لانه ميليشيات اللي مسيطرة على هاي القضية هاي القضية قضية ميليشيات وهاي احنا ما نقدر لها يا بس شون هاي العالم جاي تموت. يعني اختناقات. يعني شوف انت اذا تاخذ كاميرتك وتروح المستشفى الزعفة لانية. هاي. تشوفوا حالات الاقتناق اللي عندنا. من الربو والحساسية لنا هيك عن الامراض السلطانية. الامراض السلطانية هيحدث بلا حرج. زور المدارس. زور المدارس وشوفوا. الامراض الامراض السلطانية شنو? وشون اثرت بالزعفة لانية. ويا فئة اللي جاي تأثر بها هم بس الاطفال اللي جاي يتأثرون بها. طبعا عدنا شيوخ. انا والد الله رحمة وفى بهذا المرض. زيان. ولكن هذا الطفل بعد بداية حياته. النقطة الثانية اختناقات مرورية عدنا احنا اذا ما تطلع الساعة بالخمسة الصباح. اذا ما تطلع الساعة بالخمسة الصباح. الدوهمك او العملك. اذا تأخر عليك الوقت انت بعد لا تطلع غيب من الشغل. ليش? لانه عدنا شارع واحد. هو شارع مع اسكر رشيد. غيره ما عدنا مخرج. فغلقه والشارع هذا ما السريع محمد القاسم. انتهت اختنقت الزعف بلاني. قمنا نشر لحلي الجسر فيديالة. الروح على الرسومية. ورغم هذا كل اختناقات مرورية. هاي الشغلة الثانية. القضية الثالثة اكو معمل زفد. هذا تصويره موجود. هذا التصوير مات موجود. هذا الكبريت اللي جاي نشتمل يالية. نتمنى من المسؤولين. من الكتل اللي انتخبناهم حرامات. وعتبنا. كل العتب على كتلة السائرون. كتلة السائرون اللي ما حققت واحد من مية من من طموحنا. حرامات عليهم هم انتخبناهم. كتلة السائرون عيب عليها وخلت السحي والله انا منهم غير. يعني ورسالة لهم اقولهم ولبسوا شيء لا تنسوا لكم بحسن لكم. ليش? لانا الله حققت شيء لهاي القاعدة الجماهرية اللي انتخبتهم. لا تيار صدر احنا ولا هاج. ولكن احنا انتخبنا سائرون حبا وطاعة. هذا واحد. شوفوا معمل الكبريت هذا. معمل الزفد اللي الريحة. كتلتنا وذبحتنا اللي سبب الامراض السلطانية. هذا تصوير تصوير حي. لهذا المعمل الزفد. وتعالوا خلتجي الكاميرات. خليجون المسؤولين. الساعة بثمانية بالليل بالتسعة بالعشرة باطنعش. لحد الصباح الباكر يشتمون هالريحة اللي ذبحتنا ذبح. السلام عليكم انا اسمي زهراء حيدر. انا اطالب بالمدرسة واقول للحكومة او اي واحد يعني ما يصير تعبني. حتى المدرسة مالتنا ما بيها. ما بيها مباردات. حتى احنا ننصم الصمت. بالشتة بالصيف. بالشتة جمالتنا مكسر. البصاف. يعني ما يصير. من المسؤول عن ذلك؟ الحكومة حماماتنا يعني انكسر تكسر. ما يصير هي شيء. من المسؤول عن ذلك؟ حتى صار مرض سلطان. يعني احس جدا يعني الصف مالتنا نصة مريض وحتى قام حتى مرضى والله حتى ما نقدر نداوم. ابدا ما زارتنا حكومات ولا واحد وصل الصفنا. المعلمة تكتب وتطلع ولا تفهمني. يعني ما يخصر هي تشتعبني تعبني. بزي حجور منمية. نريد نريد نريد. نريد 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 لا يراً فون فروراً فوراً 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 وق Heath يخف حرائق مع عسكر رشيد. يخف حرائق مع عسكر رشيد. يخف حرائق مع عسكر فمن الطبيعي أن يختار أنه لا يتمره هو أو عائلته فنحن نطالب بمطالب عدة كلنا نعاني من قلة الصفوف وكثرة الطلبة صحيح لكن هذا مو عذر لا للحكومة المحلية ولا للحكومة المركزية هذه المشكلة تعاني منها الزعفرانية ويعاني منها البلد ويعاني منها الحكومة ستنا موضوعنا إخوان 37 فائرانس وعنصر متطاير و147 مادة متطايرة احفظ الرقم 147 مطالبنا هي خلق النفايات في معاشة الرشيل إحنا لا نرضى بذلك لأنها بسبب لنا الأمراض وتولى في البيئة ورقم هو المعاملة الموجودة حسنا موجودة حاليا معاملة الزفت والمعاملة الباقية اللي كلها المعاملة هنا كل حلق كل الزعفرانية عبارة عن صارت حلق النفايات وتعرف هالأمراض العده مريض بالبيئة العده مريض اللي لا يقدر يتنفس هذا وضع تعبان ويجب أن هذه تجال عن النفايات من معاشة الرشيل والله خرجنا لإنقاذ الزعفرانية من هذه الحرارة ويسم الحملة المدنية لدعم مرضى السرطان أزبال بأطنان معات الأطنان من الأزبال في المعسكر الدخان يوميا من الليل تتغطى بسحابة سحابة من الدخان الأسود وكلها سموم كلها مواد ثقيلة الأطفال تختنك الكبار يختنقون النساء تختنك فهو هذا مطلبنا الرئيسي والمطلب الرئيسي كان يزدحان معسكر الرشيد اللي هو الحل مالته مشروع ربط من الفلكة لجسر الطابق موجود المشروع بس واقف التنفيذ هاي أهم مطلبين هذي فلوس يعني سارقوا وفساد أكيد والله حالات كثيرة يعني يوميا يمكن نسمع حالتين أو تلافة بالمستشفيات سرطان التهاب رأى يعني يوميا يعني بحيث يعني بالشهر توصل في الثلاثين أربعين حالة صارت يعني التزايد مو طبيعي يعني ما داي ما يصرحون عنه وزارة الصحة ما يصرحون عنه الاعتصامات والتظاهرات هي حالة عفوية تحدث من منطقتنا نتيجة الاختناقات بسبب الأدخن الموجودة بالمعسكر الرشيد يعني أنتوا حضراتكم لو تشوفوها تطلعون عليه مكبات للنفايات يعني بصورة فضيعة ويوميا يوميا يقومون بحرق هاي النفايات بها المعسكر الرشيد والدخان تعرف كله يجي على المنطقة وبالتالي يعني الزعفرانية عبارة عن غمامة سودة تغطيها حضراتكم لو تشوفون المستشفى واحصائيات المرضى اللي يجون بالمستشفى من حالات الربو والاختناقات يعني حالات يوميا متكررة أكثر من حالات أنا عدي الوالد الله يرحمه يرحم والديكم جزء من وفاتي بسبب هاي الحالة صار عدي الربو كل ما تختنق كل ما يحرقون بالهاي اودي للمستشفى مختنق وكل لدي كادران وموسع خصبات عدن بالمستشفى وما تفيد أبقي بالطوارئ وبعد هنا طلع فالناس هاي ده الطالب وبحقوقه وهذا أبسط شيء خلي الحكومة يعتبروني إحنا بشر مو حيوانات يعني بشر هاي أبسط حق ما يصير هسا إحنا بالله هاي أعمارنا يعني خلي نقول إحنا تحملنا بس هاي الأطفال خطيئة شنو مستقبلها وهذا هو وإن شاء الله بلك الرسالة توصل للأخوة مسؤولين بالحكومة بالهاي فتشريف بلكيسمع صوتنا والله كريم إحنا أمننا بالله سبحانه وتعالى والحمد لله والشكر بسم الله الرحمن الرحيم واشنسكر جهودكم المبذولة على نقل المظاهرات ثانيا أكو شغلة كلش مهمة الأكثر ناسية الماشية البنزافرانية يعني عافوا أهل الجنوب أكثرهم من جماعة ألب محمد وغيرهم حولوا وقعدوا بالمعسكر والماشية بكل مكان يعني هسها هاي لهوايش أو غير الماشية من الأغنام وغيرها جانت تعيش مناطق ريفية هس تروح تشوف الأربع الشوارع منطقة مرتبة وزرع بس الهوايش بكل مكان يعني الناشد ناشدوهم ألف مرة يا بي أنت حلالك مثل ما نقول وقعد مهما يعني منظر نشاز حالات اسمة السلطان بزعفرانية ازدادت يوم بعد يوم يعني نعرفهم حق المعرفة بس ماكو ماكو يعني يعني يا أهل التلاشدين يقول لك ما أنت ما أبو الملس الملدي جينا يوم اثنين تسعة يقولوا أني ما بيدي شي لعل إحنا وين نروح وإحنا باستمرين بمضاعات باستمرين بجوهد الشباب وبجوهد الموجودين هاي مستشفياتنا بزعفرانية وأيدا عاملة ماكو لا تنظيف لا نظافة اللي تلوث بكل المكانات بالزعفرانية ماكو عناية على الزعفرانية نهائيا من بداية 2003 إلى هذا اليوم ما عاد يجي بس ننتخب وكل شي ماكو لا يقدموني أي خدمة ما يقدموني من 2003 إلى هذا اليوم وهس حاليا ولو هذا ما موضوعني هس حاليا حايرين بالتجاوزات هم خليطون الناس حقهم إلا يبدون بتجاوزات حكومة هاي تقتنعون بها حكومة أنتم كعلامين تقتنعون بها ماكو واحد مقتنبها الحكومة عمي كافي صرنا مضحكة لكل الدول يعني ماكو ماهد يستحي يعني هاي الأمراض جايسة بطفالني وصف عواني لو بيهم دول البرلمانيين دول الوزراء ليش يسر بينا ليش يسر بينا حسبنا الله ونعمل وكي تقول عزيزي من هذا المعسكر من هذا الطريق من المعمل الغاز إذا تروح تشوف الصورة يقول الموصل بنايات الموقعة وماش علينا نقاط جهال تمرضل ناس ماتت من وراها الدخانة المستشفى الزحفرانية ما بيها خدمات بس ساعة 24 ساعة بالشوارع هذني الهوايش الجاموسات 24 ساعة يومية أجي ألقي بالليل جاموس جاموس أجي ألقي قفال الشارع على غفلة أردا دعمهم وما أحد يحكو ليش ما أحد يحكو ملينا وقلت ياهول يجي ياهول يجي ياهول يجي يقولون بس أنا وبس ما لكم علاقة انتقبوني وما لكم علاقة وكل شو ماكم يعني نريد واحد يقول لنا عمي أنا أنا راح أرغي لكم هذني في المعسكر بعد ما أقضي خانة نقف أقضي دخانة فوق ضيم الله نتقدم بالشكر لأهالي الزحفرانية لوقفتهم الكريمة ضد الحرائق المتعمدة في معسكر رشيد يعني بمعنى آخر أصبح مكبل النفايات من المناطق المجاورة ومنطقة الزحفرانية بالخصوص ويتم حرقها للاستفادة من المخلفات مثل النحاس والفافان وهذه الأمور ولذلك تسببت بأمراض السرطانية والمطلب الثاني هذا المطلب الأول والمطلب الثاني اللي هو حق من حقوق هالي الزحفرانية فتح الطريق الموازي لمعسكر رشيد للموظفين وهالجسر ديالة حتى المدائن منفذهم يكون إلى الكرادة وغير المناطق من معسكر رشيد فتوجد حالات ازدحان واختناقات مرورية جدا كبيرة بحيث المواطن يخرج الساعة السادسة صباحا لكي يذهب لعمله أو وظيفته يصل الساعة الثامنة فهذه المطالب والمطالب كثر ولكننا نحدد أو نقتصر إلى هذه المطلبين خرجت أبناء الزحفرانية اليوم بتظاهرة المطالبة بإيقاف حراق معسكر الرشيد الذي أصبح منطقة موبوئة ومنكوبة بيئيا هذا أولا ثانيا نعاني إحنا كمدينة الزحفرانية من ازدحام معسكر الرشيد هذا الازدحام المزمن اللي صار له تقريبا 14 سنة وما إلى أي حل ومن تروح للحكومات المحلية يقول لك إحنا ما نقدر لأنها هي وزارة الداخلية تروح الوزارة الداخلية يقول لك إحنا ما نقدر لأنها هي أمر من رأس الوزارة فإحنا أهال الزحفرانية إذا نعاني من الأمراض ازدحامات يمكن فوق المئة حالة سرطانية صارت بالزحفرانية وما نعرف وين نروح اليوم الحرائق صالها أكثر من شهر رمضان مستمرة بالحرائق والحد الآن ما متوقفة يعني أكبر غابات العالم هي غابات الأمازون ظلت مستمرة الحرائق أسبوعا وتوقفت وإحنا الحد الآن من رمضان الرمضان الفات والحد هذا اليوم مستمر الحرائق قابلنا المجلس البلدي يقولون قابلنا رئيس الوزراء بالاسم الأستاذ فوزي أبو صفاء ساعد هو عضو مجلس بلدي يقول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ما أقدر أنظف مع أسكر رشيد لأن الميليشيات تأخذه رجان أخوان الميليشيات تأخذه هذا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم محلات 958 أكثر من 6 سنوات تبلطت فقط اللي قاعد مدير عام عضو مجلس تبلط والحد الآن أكثر من 36 سقاق ما مبلط مدرسة المهج أكثر من 6 حالات بها مارس سرطان من ضمنها المديرة اليوم هنا الحجية أربع حالات سرطان في بيت واحد عدنا في مستشفى التويت يعني تقابل مستشفى التويت أرجو كاميراتكم ممتلع أخوان ممتلع برضا تليف كبدي أمراض سرطانية ربو كل أمراض الأنواء هناك احنا عدنا 55 معمل بزعة فرانية من الحكومات السابقة وهو موجودة لأن كانت هي مدينة خضراء بساتين اليوم البساتين كلها انجرفت فقامت الحراق توصل للمناطق السكنية معمل الغاز سنة الجاية راح يساوي يرتفع 50% اليوم هستلاحظت معمل الغاز البيوت المحيطة له ماكو لأن كبريت فسنة الجاية راح يصير ارتفاع 50% معمل الغاز فمحهد هاي المناطق بعد ما تنسكن لأن كان احنا لصدنا المناطق الخضراء اليوم البساتين انجرفت فإحنا ناشد الحكومة الناشد الخيرين الناشد المسؤولين الناشد أعضاء مجلس النواب الذين هم 325 عضو مجلس النواب اليوم هذول أطفال شو نظن بعضه يعني بمدرسة ست حالات أمرسة حتى بعد ميرتد للمدرسة وأشكر حضرتكم وشكرا عليكم اشتركوا في القناة شكرا